ودائما مع فريق فيريا اليوناني الذي يلعب له عبدون أين توفي حارس المرمى الشاب ستيليو ماركوسيس متأثرا بسكتة قلبية أصابته خلال تدريبة فريقه الحارس الذي يبلغ من العمر 18 عاما توفي على أرضية الميدان رغم محاولة التقمي الطبي لإنقاذه إلى أنها باءت بالفشل وحسب ما أشارت إليه صحيفة لكيب الفرنسية فإن جثة اللاعب ستخضع للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة اللاعب الذي كان بصحة جيد